السلام عليكم. مايكروسوفت اخيرا واخيرا اطلقت السوفيس برو فور وبشكل رسمي في السوق السعودي. طبعا الجهاز تقريبا رح يبدأ من ثلاثة وثلاثمائة رياض سعودي وصولا الى ثمانية لاف رياض سعودي. الشيء اللي لازم تنتبه له انه السير يعتمد على حسب الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية ونوع المعالج. وشيء اللي لازم تنتبه برضو انه هذا السير رح يعطيك القلم والشاحن لكن الشيء الاساسي والمهم جدا واللي لازم تشتريه هو التايب كافر. والتايب كافر هو عبارة عن جراب رح يعطيك لوح الفتيح لانه هذي فكرة للجهاز اللي هو فعلا البديل الحقيقي للحاسب المحمول ذات التصميم التقليدي. والتايب كافر عندك نوعين كما ذكرت الاول العادي جدا خمسمائة وتسعة سنية سعودي والنوع الثاني ثمامية وتسعة سنية سعودي. لكن الاضافة هنا انه فيها تقنيات البصمة. بالنسبة للتصميم وجود التصلي فلما تجي تقارن مع السيرفوس. السيرفوس برو ثري فراح تلاحظ انه اكبر منه من ناحية مقاييس الابعاد لكن بنفس الوقت وهذا الشيء الكويس انه بسماكة اقل قاعد نتكلم عن ثمانية فاصلة خمسة واربعين ملي متر. والوزن ايضا اخف ولكن انا حسب المعالج. خلني يقولك مثلا كور ايم ثري بوزن سبعمية ستة ستين جرام. لكن اي فاي فلاي سبن سبعمية وستة ثمانين جرام. فبالتالي مقاييس الابعاد اكبر ولكن الوزن والسمع كاخف ما هو موجود في السيرفوس باور ثري. الجهاز يأتي بجود تصنيع عالية مادة الماغنيزيوم. التصميم مفهوم التصميم لم يتغير عن ما هو موجود في السيرفوس باور ثري. لكن الشيء الجميل انه في مع زيادة هذه السماكة راح تلقى المسند الخاص فيه. فالمسند عندك ثلاث وضعيات بامكانك التحكم في عرض الجهاز اللوحي او الجهاز المتحول بمعنى صح. بالنسبة للمنافذ فعندك اليوسبي ثلاثة صفر. مايكرو اس دي منفذ الذاكرة خارجية وميني ديسبلي. وفيه منفذ خاص بالجراب ومنفذ للسيرفوس كونكت. طبعا الشيء الجميل انه في هذه الجهة عندك المغناطيس. جهة المغناطيس الخاصة بالقلم. وهذا الشيء اللي افتقدته فعلا ما هو موجود في الايباد برو. في الايباد برو واثناش فاس تسعة لا يملك مسند الا لما تشتري الاكسسوارة ولا يملك جهة خاصة للحفاظ على القلم وانه لا قدر الله ما يضيع منك. فهنا المغناطيس فكرة ممتازة. حافظ على ثباتة وبشكل ممتاز. وراح نتكلم عن القلم لاحقا ان شاء الله. الجهة الامامية راح تشوف كاميرا خمسة ميجابيكسل مع انظام تسجيل استيريو من خلال مايكروفونين. والكاميرا مسؤولة عن خاصية الويندوز هلو. عملية المسح من خلال قزح العين. ففي التالي راح يسمح لك انه تقدر تسجل من خلال عينك انت. الجهة الخلبية كاميرا خلبية بدقة ثمانية ميجابيكسل بامكان الكاميرا الخلبية والامامية تصوير بدقة الف وثمانين بي. عندك الازرار زرية تحكم استوصوت وزر الطاقة ما وجدت فيها اية مشاكل نهائية من ناحية الاستجابة سماعتين متواجدتان في الجهة الامامية مطورة من قبل الشركة دولبي. بالنسبة للشاشة الخاصة بهذا الجهاد. الجهاد يأتي بمقاس 12.3 انش طبعا درجة فضوح 1824 في 2736. نسبة الالوان تسع وتسعين فاصل سبعة بالمئة. وهذا الشي مهم اذا كنتنا اشخاص اللي فعلا مهتم في موضوع تحرير الصور وايضا في موضوع الفيديهات فنسبة الالوان موجودة من خلال هذه الشاشة ممتازة. ليس تمتها بيكسل سينز كثابة بيكسلات هنا راح تلاحظ انها ممتازة. الاستجابة سواء كانت من خلال تقنية اللمس العادية او من خلال القلم ممتازة ايضا. فبالتالي الشاشة راح تطيك الوان واضاءة جدا جدا عالية وخاصة من ناحية الشاشة. عفوا من ناحية الاضافة فهي ممتازة من ناحية استخدامها تحت اشياء الشمس. بالنسبة للقلم الخاص به. فهذا هو القلم واللي اذكر قلم ممكن تشوفه في السوق الى الان. ليش? لانه مزود بزر اللي ممكن يكون بنفس الوقت مساحة. فتقدر تكتب وتمسح بنفس الوقت. الزر لها عدد كثير من وضائر. ضغطة واحدة ممكن تطلق تطبيق النوت. او ممكن ضغطتين لاخد صورة للنظام. فهذه الاشياء قابل للبرمجة والتعديل. كيف كانت استجابة? استجابة شوفها ممتازة. لكنها مي بنفس قوة ما هو موجود في الابل بنسل. لكن بنفس الوقت ليست سيئة. بالعكس ما راح حط انه في مشاكل. قصدي انه ما حستي اكثر طبيعيا يعني اقرب شي للقلم العادي. اه هو كان الابل بنسل. مقارة بما هو وجود في السلفت. لكن عجبتني فكرة المساحة خرافية صراحة. بالنسبة للوحة المفاتيح. واتكلم عن الطايب كافر نفسه العادي. هو مزود باضاءة خلفية بتقنة 3D. الازرار متبعدة. مساحة الازرار الاساسية مثل الكابس والانتر وغيره والشفت وهذه الامور تأتي بمقاييس ابعاد ايضا جيدة على الجهاز بهذا المقاس. الكتابة من خلالها كتبت مقال بالكام المراجعة لهذا الجهاز من خلال موقعكم التقن بالحدود. ما وجد في اي مشاكل استجابة اشوفها رائعة جدا. منطقة الفارة مقييس ابعاد تحتاج انه تتعود عليها يعني على اساس انه مساحة الصغيرة الخاصة فيها. طبعا ممكن تستخدم يعني فارة او تستخدم مثلا دوك ستيشن الخاص بي سيرفيس برو فور لحصل على منافذ اضافية اذا حبيت ووصلة بفارة خارجية على سبيل المثال. من الشيء اللي برضو راح تلاحظها مع هذا الجهاز هو الاداء والبطارية. طبعا الاداء على حسب المواصبات. لكن خلني ابسطها لك. عندك الام ثري الى الاي سبن. وكل معالج راح يعطيك شيء معين من الساعة التخزينية والذاكرة شوائية. يعني الذاكرة شوائية بمثال تبدأ من اربع جيجا بايت الى 16 جيجا بايت. والساعة التخزينية كلها اس اس دي على تمثال وهذا الشيء رهيب 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 جدا. يبدأ من 128 جيجا بايت الى واحد تيرا بايت. كرت الشاشة المدمج يبدأ من 515 انتل اتش دي الى افضل كرت الشاشة متصل الى الان اللي هو الايرس برو. فعلى حسب اللي تاخدها راح يعطيك الاداء او يفرق الاداء على حسب كل ما دفعت اكثر. ويعني شوي مكلف بعض الشيء. لكن راح تاخد واي فاي اي سي و راح تاخد اللي هو تقنية البلوتوث 4.2 فكل هذي التقنيات موجودة مع السيرفوس برو 4. النسخة اللي امامكم هنا هي اي فاي طبعا و256 جيجا بايت. فكيف كانت التجربة مع ذاك عشوائية طبعا 8 جيجا بايت. التجربة مع المهام اليومية فتحت اكثر من 20 تبويبه طبعا من خلال متصفح الكروم وايضا شهات الفيديوها بدقة على ما وجدت فيها مشاكل. في حرارة لكنها بنفس الوقت ليست مزعجة ما وجدت فيها مشاكل. بالنسبة للالعاب فهذا الجهاز ليست مخصص للعاب لكن في بعض يعني اللعبة بسيطة اللي هو بدقة 1080p او بالدقة او بالاعدادات التلقائية الخاصة باللعبة واطاني تقريبا خمسين اه الى خمسة واربين اطار بي الثانية يعني مقبول. لكن مرة اخرى ليس مخصص للعاب وعلى حسب المواطفات اللي هتاخدها من السيرفوس برو بور. بالنسبة البطارية فهين لقيت انه مقبول النعمة. عطاني سبع ساعات كنت اتمنى انه يصمد بشكل اطول لكانت النتائج افضل. طبعا بالنسبة للنظام فالنظام الوندس 10. النظام الوندس 10 اراه الانسب الان للاجهزة من هذه الفئة لانه بمجرد ما تفصل الشاشة او الجهاز نفسه عن تتحول الواجهة وتصير واجهة مناسبة من ناحية اللمس. التطبيقات لم تصل الى مستوى انه تكون مناسبة لتقنية اللمس. لكن الاقل الواجهة تحسنت وصار استخدامها افضل على اقل في بعض المهام الاساسية مثل العدد التشغيل او اطلاق تطبيق معين. فما عندك اي مشاكل من هذا الموضوع استخدام الاوفيس. فهنا اشوف الوندس 10 اصرف بكثير مقارنة بويندس 8. فهذا كان استراضي للسيرفوس برو بور. سيرفوس برو بور يعتبر من افضل الاجهزة المتحولها اذا حبيت انه يكون فعلا بديل حقيقي لحاسبك المحمول ذات التصميم التقليدي. مكلف لكن فكر فيه مليون مرة اذا حبيت او خاصة اذا كنت تبغى انتاجية افضل. شوكم الاخرى ان شاء الله مع الف سلامة.